اهلا بحضراتكم في فقرة اغرب القضايا في برنامج الصفتي والقانون هنستقبل دلوقتي واستقبلنا فعلا الضيف الفاضل الاستاذ محمود وليد فكري صاحب اغرب قضية حصلت وراجل تحصل على احكام بقاله احكام وقرارات بقاله اكتر من سبع سنين وللأسف دايما بيلاقي عرقيل في تنفيذ هذه القرارات وهذه الاحكام من رغم انه صاحب حق ورغم ان زي ما قلنا في الفقرة السابقة ان احنا في دولة قانون وان الرئيس السيسي دايما بيناشد بمحاربة الفساد وحنسمع الحدوثة بتاعت دلوقتي وبعدين نرجع ان شاء الله للأستاذ وليد ومعاكم قصة الأستاذ وليد بالكامل الى جميع مسؤولين مصر الشرفاء لقد تم سرقة ارضي خلال احداث الانفلات الامني واستغلال الظرف السياسي من قبل مجموعة من مافيا الاراضي استولوا على ارضي في غفلة من الزمن وتحصلت من النيابة العامة من خلال السيد المستشار المحامي العام لنيابات شمال المينيا الكلية على قرار حيازة في القضية رقم 13.087 لسنة 2014 جنح مركز مغاغة وهو قرار مشمول بالنفاذ الفوري الى ان يد العبث ما زالت تعطل تنفيذ قرار السيد المستشار المحامي العام انني اتساءل الى متى ستظل هذه المأساة سبع سنوات وانا انتظر ان ترد لي منظومة العدالة حقي سبع سنوات وانا الهث بين الوحدة المحلية وقسم شرطة مغاغة لكي يتم تنفيذ قرار السيد المستشار المحامي العام متى تقطع ايدي الفاسدين والمفسدين متى يتم استئصال مافيا الاراضي من بلدنا الحبيبة انني اتقدم ببلاغ رسمي على الهواء مباشرة بالسيد وزير الداخلية والسيد وزير التنمية المحلية انني استغيث بهما واناشدهما بالتدخل الفوري لحل مشكلتي وتنفيذ قرار الحيازة الصادر لي اهلا بحضراتكم اهلا بك استاذ وليل اهلا بحضراتكم احنا اسمع من التقرير بتاعك لكن عايزين نسمع منك ايه القصة احنا اسمع منك جزء بسيط طبعا عايزين نسمع ايه القصة بالضبط اللي حصل معاك بالتفصيل تحكوهن وتحكيهن للجمهور في الاول بشكر زاملتي العالمية سلم عناني ان هي عملتلي الفويس اوفر الجميل ده لخاص الموضوع كله وبعد كده ازاي ما حضرتك شفت كده في 2013 في 2013 في فضعت صام ربع العدوية نزلت مافيا استولوا على الارض وشارلوا للمحصول وروحت مركز الشرطة مركز الشرطة مافيا بلتاجية يعني بلتاجية بسلاح آلي روحت مركز الشرطة مافيش اي حد استقبلني هناك لانه كان في نفلات اصلا وكان الامن مش مستقر التجأت القوات المسلحة حماية المواطنين نزلت خدمة حماية المواطنين تابعة القوات المسلحة نزل الجيش ابض عليهم هنا بقى المشكلة كلها هي اول خطوة في خطوات الفساد اتعمل محضر اتعملت محضر 13-087 جنح مركز مغاغة تمام اتعمل في المركز ولا في مركز الشرطة تمام والجيش طلع قبض على المجرمين دول تمام بسلاحهم ولكن في الوقت ده رئيس مراحس مغاغة في التوقيت دوت طلعوا ان هما في التحرية غفر تمام ان اللي تمسكوا دول غفر لقد قبض عليهم لقد قلت امن وقتها يعني اه بس هما اخي البلد دخلت ووكيل نيابة ووكيل نيابة قال لي الناس لدول بقول له حضرته يا فنم دول افراجت عليهم هيروحوا يعودوا تاني في المكان قال لي دول غفر قلتول يا فنم انا صاحب الارض يبقى هما غفر عند مين قال لي هما جايين ليفتح راية المباحث هما هما غفر تمام قلتول لي طب ممكن اجيب شهود ان هما ضربوا نار وكده واندول مش غفر فطبعا التجأنا هنا للجماعية الزراعية جماعية الزراعية والضرابة العقرية الجماعية الزراعية الارض دي متحيزة من سنة 1963 الارض ملكك اه يا فنم بقالها ايه بقول لك محضرتك متحيزة في الجماعية الزراعية من سنة 1963 اه تمام يعني كم سنة كده اه حوالي حاجة وخمسين سنة اه 50 سنة اه فالتجأت مراس يعني مراس عن والدك اه مراس وما زالت الأرض متحيزة باسم جدي في الجماعة الزرعية. تمام. طب طلع أمر تمكين وطلعت كرارات إزالة. تمام؟ طب كرارات الإزالة ولا عايزة تنفذ ولا كرارات تمكين عايزة تنفذ. تمام. احنا معنا فيديو عن وضع الأرض دلوقتي. برضو هنزيوها هنشوف وضع الأرض حالياً موجود إيه؟ آه كامل يا ولد معاك فضر. زي ما حادك شايف كده فنم طبعاً ومجلس مدينة مغاغة يعني عايزة أقول لحضرتك متواطئ كل التواطئ. أنا لا أخجل. لا أخجل. أنت إيه الإجراء اللي خدته في المجلس في المدينة؟ أنا ما هي كرارات إزالة. فين اللي هينفذ كرارات الإزالة دا شغلهم؟ يعني صدر ليه كرارات موجودة. صدر ليه كرارات تمكين من الأرض. قرار تمكين وقرارات إزالة وتأشيرة المحام العام. قرار إزالة من اللي عمل بمحاضر؟ قرار إزالة أنا العمل بمحاضر. إنت اللي عمل محاضر؟ أنا عملت محاضر وبالجلس ومجلس عمل قرارات. مجلس محلي وطلع قرارات إزالة فعلاً؟ وطلع قرارات إزالة. ولكن لم تمنفذ. إيه السبب طيب؟ المفروض بقى السادة المسؤولين يجاوبون على السؤال دا. إيه السبب؟ إيه المشكلة؟ طيب. يعني إيه المشكلة؟ الناس اللي قاعدوا بنوا فعلا يا فنم زي ما حضرتك ده أرض الواقع العشاشة ده هو أرض الواقع النهاردة تمام كمان قدموا مسالحات والمسالحات قابلوها آه لا قبول المسالحات قابلوها ازاي يعني ايه قالية القبول عندك او انت في امتهى ازاي لا ما في امتهاش انا التجاءت يعني هو قدم وراء التصالح فعلا قدم ودفع 25% جداية لا نزلت لجنة وصدر خرار بقبول التصالح اللجنة لسه منزلت هو قبول التصالح مش معنى واحد يقدم على تصالح يبقى ايه تقبل التصالح بتاعه لا ده في لجنة بتنزل فعلا من الناحية القانونية اللجنة بتتشكل وبتقرر زكاة فعلا المساندات والأوراق سليمة ولا لا الناس دي صاحبت حق ولا لا هل هيقبل التصالح التصالح ده لشروط نص عليها القانون فمش معنى ان هو راح قدم وراء ودفع جديد تصالح يبقى اتقبل التصالح بتاعه طيب كم بالنسبة لكرور تمكين تصدرلي في 2014 حتى الآن ما تنفذ لم ينفذ حتى الآن ايه السبب يعني اتعامل الدراسات الأمنية يا فندم كل ده شغل لوزارة الداخلية انا ما بدخلش فيه الهدف من حضورك البرنامج هنا النهار ده ايه بص يا فندم انا ده حوالي 9 لقاء في التلفزيون المصري تمام وانا القي الشكوى بتاعتي للمسؤولين ولم احد ينظر اليه تمام ولم تنفذ القرارات حتى اليوم تمام انا ما عرفش انا ممكن اعملي دلوقتي او ايه اللي ممكن اعملي احنا احنا تواصلنا بالفعل حددك شفت الورق اه شفت الورق تمام وللأسف ورق مش نقصوا كلمة في ظل دولة قانون ودولة محاربة الفساد صدور اكتر من 25 قرار ازالة على المباني اللي فعلا اللي منيت على الارض المختصة فدهيت وصدور قرار تمكين احنا توجهنا بالاتصال او فريق الاعداد توجه بالاتصال بالسيد مدير امن المينيا وسيادة اللي هو محمود بي خليل مجد خليل محمود بي خليل وتوجهنا ليه بالاتصال فعلا وبعد الرجل بالحل واخدنا منه معاد وهنتوجه ليه ان شاء الله يوم سلساء القادم بالكاميرا بإذن الله وهيحللنا المشكلة دي وهينزي لنفذ قرار التمكين وقرارات الازالة اللي صدرت على الارض دا من خلال البرنامج بتاعنا لاحظة يا فندم بس اوضح حاجة كده لحضرتك والاستاذ المشاهدين انا لم اطالب بتنفيذ قرار التمكين انا اطالب بتنفيذ قرارات الازالة ليه بقى هقول لحضرتك ليه بس عشان اوضح لحضرتك حاجة صغير في مغاغة مافيا الاراضي تمام كان مسؤول عنهم بعض رجال الاعمال وتم الاستلاق على بعض الاراضي اللي هما بالجوار الارضي تمام وعملوا ايه بقى جه الشرطة مكنتهم من الارض بالمباني اللي عليها ايه اللي حصل بعد كده اللي حصل بعد كده انه بعد ما الشرطة مشت اللي كان محتل البيت نزل قعد فيه تاني تمام ويبقى الحالة لما هو عليه ويرجع بقى عيد القضية من الاول لأ انا مش عايز المباني والمباني بعد ما تتهد انا مش محتاج ان حد يمكنني اه ده متوقف على تقدير الاجهزة الامنية للمكان ده لان المباني دي اكيد فيها اسر دلوقتي لا مفيش اسر والفيديو موضح ده قدام حضرتك عموما عموما هو بيبقى فيه درسات امنية ومعاينات عشان موضح حضرتك ان الجهات الامنية عندها علم بالموضوع من سنين عديدة عدت يعني فالدرسات الامنية ده تمام مش من الطبيعي يتقعد سبع سنين او ست سنين احنا فعلا تواصلنا يا استاذ وليد مع سيد مدير الامن وقادنا معاد يوم الثلاث ووعدنا راجع بتنفيذ قرارات الازالة بالكامل ونزلين ان شاء الله بالكاميرا نحيته بازنا من خلال برنامج بتاعنا وحينفس جميع قرارات الازالة حسب وعدوا لنا ان شاء الله وبنشكر حضرتك يا استاذ وليد انت اصرت قضية البلطجة اللي موجودة قضية مهمة وموجودة ما في الاراضي دي موجودة على الساحة من فترة طويلة في ظل عهد الرئيس السيسي دلوقتي بيتم محاربة الكلام ده وحيتنفس حكمك ان شاء الله اي حد عنده قضية او مشكلة مش قادر هيحلها ان شاء الله نحلها من خلال التواصل مع مسؤول ومن خلال برنامجنا باذن الله وبرضو هنتوجه بالشكر ومعهد انتين برضو عايز يقول حاجة يوجه رسالة للي هو عايزه للمسؤول يا ربي بصدقنا انا فرحان بالبلد فرحان باللي احنا بنمشي لقدام تمام في عاصمة قدرية في شبكة طرق كبيرة جدا بتتنشق في بلد اي مع الحلها ولكن عشان احنا نبين الازدهار دوت للعالم كله لازم نخفي الحتة اللي هي الصغيرة ديت اللي هي بتبقى مثلا ايه عند مثلا موظف صغير كده في مجلس محلي هو اللي مثلا عامل المشكلة او مثلا هو اللي بيمشي غلط او هو اللي بيعرقل الحق او بما بيديش للمواطن حقه فبيدي المواطن هو المواطن البسيط هو مش شايف قدامه غير الموظف ده دلوقتي 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 مش شايف بقى هو المواطن يا فندم لازم يوصله لازم يوصله انه الدولته بتنهض لازم يحس التغيير ده الدولة فعلا بتنهض عليه دلوقتي اه لازم يحس التغيير فيه اجهزة رقبية موجودة على كل الاجهاز سواء المجلس المحلية او المحافظات او الجهات التنفيذية اه فعلا حتى نسمع عن كتير ناس اتشاله وناس يتبدله وناس يتقبض عليهم هو ده يا فندم النهاردة انا قاعد النهاردة بطلب بحق ليه ومش خاف من حد ليه عشان انا عارف ان انا قاعد في دولة قانون تمام والجهات الرقبية دي هي اللي مشجعة على المواطن انه هقدر يطالب بحقه تعالى قبل 2011 ما كانش مثلا فيه مجال ان الواحد يقول لا مثلا الزبط ده ظلامني او ده ظلامني لا ما كانش حد بيقدر يتكلم ان شاء الله هتاخد حقك فدي حاجة كويسة يعني هتاخد حقك بإذن الله والحق طالما بالطالب بحقك بشكل مستمر وماشي في اجراءات قانوني وبشكل قانوني صحيح والبرنامج ده بيدعمك واحنا كلنا في ظهرك وبندعمك ان شاء الله وان شاء الله هنكون موجودي معاك حتى لغاية ما تستلم ارضك بالكاميرات بتاعتنا بالمكاتب بتاعتنا بالمحاميننا بالناس الموجودين معنا بإذن الله بإذن الله هتاخد حقك بالكامل وبشكرك يا أستاذ وليد وهننتقل ان شاء الله لفقرة معاك الصفتي اللي هتقدر من خلال الأرقام اللي موجودة على الشاشة تتواصل معنا هنجاوبك على كل الأسئلة هنجاوبك على كل الأسئلة على غرار الصفحة بتاعتنا القانونية لموجود الرابط بتاعها المفروض على الشاشة حاليا ولكن بعد الفاصل شكرا للمشاهدة